نظماً لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورشة عمل بمحافظة المينيا تناولت مناقشة التحديات التي توجه القطاع الزراعي وتنمية صغار المزارعين وتحسين الانتاجية الزراعية بجانب عرض عدد من التوصيات والمقترحات التي يتم العمل عليها خلال تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة إزرع وذلك بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة جاء ذلك على همش المؤتمر الجماهري الأول للتحالف بمحافظة المينيا ومع إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة إزرع التي تتم بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية